في عودة للي صاير في سفيقس في عودة للي صاير في سفيقس للأسف مازالت تعيش أزمة كبيرة في البلاد للأسف أن الدولة تهاونت في وقت معين أن يسيبت الحدود معناها المؤسسة كالأمنية والحدودية كانت تشوف المهاجرين غير شرعيين داخلين من البحر داخلين من الحدود ماشيين على سقيهم لا باسبور لا وثيقة لا حتى شيء وما يتوقفش خليوا الإشكال يتعمق في البلاد اليوم صار من الصعب مداوات هذه الظاهرة لكن شيء ما يقف أمام القانون الناس اللي ما عندهاش وضعية قانونية سليمة يجب ترحيلهم منين جوا منين جوا تنجم تحفظ لهم كرمتهم في ظرف وقتين ترحيلهم في أقرب الأجل يلزمك تحترمهم وتحافظ على كرمتهم وعلى حقوقهم في مخيمات موجودة في التراب التونسي في الجنوب التونسي موجودة شفناها في فترة 2011 و2012 وقت التوافد متاع الأشقاء الليبيين على تونس شفنا مخيمات كيمة هذية لهنا فم عملية مؤامرة كبيرة في الدولة من الداخل قبل الخارج في استغلال ملف المواجرين الغير شرعيين فم مؤامرة من الداخل قبل الخارج على خاطر فم كل من اتضرر من 25 جولي 2021 اليوم يلزم يلقوا أي حاجة شماعة يعلقوا عليها أي فشل بالنسبة لهم اليوم وقت اللي صارت العملية في سفيقس الأسبوع الماضي والدخل الأمن ووقع نقل المهاجرين الغير شرعيين اللي موجودين واللي استباحوا الساحات العامة وعلى فكرة رهم مش لكلهم جايين باش يعتبروا سفيقس نقطة عبور فما ناس جاية باش تستقر في سفيقس وباش تستوضم في سفيقس وشوفنا استغلال الساحات العامة وشوفنا استغلال مناطق في الأحياء الشعبية العديد من المنازل اللي ناس مايش ناوية باش تهاجر لوجرة غير شرعية ناوية باش تستقر وشوفنا رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي قاعدة الدور كيفاش يطالبوا في الناس الأغنية الموجودين في دول جنوب الصحراء باش يشريوا ديكارتية انتية باش نجموا يعيشوا فيهم ويحافظوا عليهم على خاطر بالنسبة لهم تونس في أفريقيا وأفريقيا ليست إلا للتونسيين هذا يقلام قاعد يتقال بكل جدية فما الدولة تتحمل مسئولية كبيرة في فضاء التواصل الاجتماعي وفي رسائل الدور بينهم نعم 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 ولكن لهنا الدولة تتحمل جزء كبير من المسئولية ويلزمها تكون صارمة في تطبيق القانون اللي وضعيته غير قانونية يخرج وبالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول اللي خايفة على التاريطور المتاحة راكم ما كمش أنتم مواطين درجة أولى وفي تونس مواطين درجة ثانية لهنا الدولة لازمها تتفاوض بكل جدية تتفاوض وترفع سقف المفاوضات إلى أعلى درجة راك تونس اليوم في منطق قوة ما كش في موقف ضعف راهم هما خايفين على بلادهم تونس عمرها لتكون لا حرس حدود للاتحاد الأوروبي لا حرس حدود لحدودنا أعنى على الجزائر وعلى ليبيا والأغراءات اللي قاعدة يقدم فيها الاتحاد الأوروبي ما لازمش تكون طريقة وإلا وسيلة لصمت الدولة على الانتهاكات اللي صايرة